آخر تطورات موقف جيرالدو مع الأهلي مفاجآت في قائمة المستبعدين من كأس العالم للأندية عبد الحفيز يكشف موعد عودة المصابين موسماني يرد على تصريحات أحمد حسين ميدو عرض فرنسي لنجم الأهلي واللاعب يرفض صفقة الظاهر الأيمن صداع في رأس موسماني قبل المنديال جولة في مران الفريق اليوم القبض على مرتضى منصور ونجلو الحقيقة الكاملة عقوبة أحمد زيزو في الزمالك بسبب تصريحات والده اتحاد الكورى يستقر مبدئيا على موعد قمة الأهلي والزمالك دي كانت عنويلا أبرز الأخبار اللي معانا ومعاكم النهاردة في قناة أخبار عاجلة يلا بينا على بركة الله نبدأ لقاءنا موقف جيرالدو مع الأهلي بعد جلسة في الأهلي جمعت من أمير توفيق مدير التعقدات وسيد عبد الحفيز مع اللاعب جيرالدو واللي استمرت لما يقارب بالأربع ساعات قدم أمير توفيق عرض لجرالدو للرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الأعارة الأمر اللي قوبل بالرفض من قبل جرالدو مع إجراءه لاتصال هاتفي مع وكيل أعماله البرازي لأثناء الجلسة وانتهت الجلسة على أن مسؤول النادي الأهلي سيحضرون عرض جديد لللاعب للرحيل وفي حال عدم موافقةه على العروض أو الترضية المالية سيظل في قائمة الانتظار المستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية أرسل النادي الأهلي القائمة الأولى للفريق في كأس العالم للأندية يوم 6 يناير الماضي والتي ضمت 35 لاعب يوم 22 يناير الحالي سوف يرسل الأهلي القائمة النهائية والتي ستضم 23 لاعب أي أن هناك 12 لاعب سيتم استبعاتهم واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على استبعاد الخماسي الناشئ حمز علاء حارس المرمى ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف مانو وزياد طارق وطبعا أحمد ياسر ريان بسبب رحيله على سبيل الأعارة إلى سراميكا كيلو بطرة أيضا محمود وحيد وكريم نفت سيتم استبعاتهم كما أنه سيتم استبعاد أحد المدافعين رامي ربيعة أو سعد سمير إلا أن الأقرب للاستبعاء سعد سمير العائد حديثة من الإصابة أيضا هناك مفضلة في سلاسي الهجوم جونيور أجيي مروان محسن وصلاح محسن لاختيار اتنين منهم بالإضافة إلى أن أجيي مرشع بقوة للمشاركة ولكن الأمر حيتوقف لحلته الطبية كما فرصة مروان حتكون أقرب من صلاح محسن بسبب قناعة موسيماني الكبيرة بمروان وكذا حيكون من المتوقع أن تكون القائمة النهائية للأهل في المنديال كالآتي في مركز حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في مركز الدفاع بدر بنون وأيمن أشرف وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد رمضان بكهام ورامي ربيعة أما في خط الوسط حيتواجد عمر السلية وأليو ديانج مع حمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشا وحسين الشحات ومحمود كهربا وجونيور أجيي وولي السليمان وطاهر محمد طاهر أما فيه الهجوم والترب وليا ومروان محسن ومحمد شريف سير عبد الحفيز يعلن عودة المصابين تحدث سير عبد الحفيز في تصرحات تلفزيونية ووجه التحية لولي السليمان قائلا تشرفت كمسؤول في النادي الأهلي بالتعامل مع ولي السليمان اللي بيمتلك احترافية شديدة داخل الفريق وكشف عبد الحفيز عن أن اللاعب جونيور أجيي سوف ينضم للتدريبات الجماعية بعد لقاء البنك الأهلي كما أن كريم ندفيد حيكون جاهز للمشاركة مع الفريق في نهاية يناير الحالي أما محمد محمود ومحمود متولي فسعودان للمشاركة مع بداية مارس إن شاء الله رد موسيماني على تصرحات أحمد حسام ميدو عن الأهلي شابه أحمد حسام ميدو النادي الأهلي تحت قيارة موسيماني بأنه أصبح مثل الفربول الإنجليزي بعد انتصاره على الانتاج الحربي بربعية أمس وعلق موسيماني على هذا بالإشارة بتصرحات ميدو وكتب على حسابه بتويتر عندما يعطي ميدو أسطورة كرة القدم على أعلى مستوى رأيه عني لا يمكنني إلا أن أتواضع وأقدر ذلك حتى لو كان السلبية سأعتبرها نقدا إيجابيا لتحسين عملي عرض فرنسي لنجم الأهلي واللاعب يرفض ذكر مصدر مقرب من أليو ديانج بأن أحد وكلاء اللاعبين طلب من ديانج تحديد موقفه من عرض فرنسي قبل عرضه على مسؤولي النادي الأهلي فأبلغ اللاعب وكيله بأنه بيرفض العرض تماما بسبب رقبته في البقاء مع النادي الأهلي وعدم النظر لأي عروض احتراف وأنه سعيد بالتواجد في النادي الأهلي وتركيزه حاليا لتحقيق البطولات مع النادي كما أنه طلب من وكيله إغلاق هذا الملف تماما الآن لمنحه المزيد من التركيز مع القلعة الحمراء استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية صفقة الظاهر الأيمن صدع في رأس موسي ماني قبل كأس العالم للأندية بيتس موسي ماني طلب من إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إبرام صفقة أجنبية لسد احتياج الفريق في مركز الظاهر الأيمن ليكون بديل لمحمد هاني ولكن محمود الخطيب رفض فكرة التعاقد مع لعب أجنبي وده بسبب أن عدد الأجانب مكتامل داخل الفريق فطلب منه بأنه يبحث عن ضلاته في الأندية المحلية وتبقى هناك بعض العناصر التي يطمح موسي ماني في التعاقد معها ولكن موقفهم صعب عدة أسباب من هذه العناصر كريم فؤاد لعب امبي وأحمد توفيق لعب برامز وكريم العرائي لعب المصري بنسبة لكريم فؤاد في هذه هي الصفقة التي يضعها موسي ماني في المقدمة ولكن تقمن الصعوبة في ضم اللاعب في ظل تمسك حلم طولا باللاعب كمان الرفض التام من جانب إدارة امبي للتفريط في اللاعب في هذا التوقيع أحمد توفيق ودمن الصعب ضمه في الوقت الحالي بسبب عدم رغبة أهلي في الدخول في المفوضات مباشرة مع برامز بالإضافة أنه لن يحق له المشاركة مع الأهلي إفريقيا وتبقى صفقة كريم العرائي وتكمن العقبة في ضم اللاعب في رفض محمود الخطيب التفاوض مع إدارة المصر البورسعيدي وذلك تجنبا لغضب جماهير الأهلي بالإضافة لغضب جماهير بورسعيدي كل ذلك بالرغم من ترحيب اللاعب نفسه ووكيله لللاعب في الأهلي ماذا عن مرام فريق النياد الأهلي اليوم انتظم اليوم في التدريبات الظهيرة الأيصر للفريق محمود وحيد بعد تعفيه من الإصابة في الرجبة بعد خضوع الأيام الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي أيضا استكمل مروان محسن برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية بعد تعفيه من فيروس كورونا عقد موسماني مع جهاز المعاون جلسة وتحدث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتجهيز لمباراة البنك الأهلي عمر السلية انتظم أيضا في تدريبات الفريق صباح اليوم بعد تعفيه من الإصابة بفيروس كورونا الصفحة الرسمية للنادي الأهلي أعلنت عقب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والتي انتهت بربعية للأهلي في شباك الإنتاج عن حصول أكرم توفيق لعب الفريق على لقب نصر المباراة حيث ساهم في صناعة الهدف الثاني لحسين الشحات وصنع الهدف الثالث لولي السليمان كشف مصدر مقرب من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول حقيقة إلقاء القبض على مرتضى منصور ونجل أحمد مرتضى حيث قال المصدر مرتضى منصور لم يتم إلقاء القبض عليه كما يتردد عبر المواقع والصحف وهذه الأنباء غير صحيحة وأضاف بأن مرتضى منصور يسير في الإجراءات القانونية حاليا الخاصة بالطعن على عزله من رئاسة نادي الزمالك أشرف آسم يوضح حقيقة توقيع عقوبة على أحمد زيزو بسبب والده كشف أشرف آسم المشرف العام على الكورة بنادي الزمالك بأن ما يتردد بشأن توقيع عقوبة مالية على أحمد سيد زيزو غير صحيح على الإطلاق فأحمد سيد زيزو لاعب ملتزم ولم يتم معاقبته بسبب تصريحات والده كما يتردد وطبعا والد أحمد زيزو صرح منذ أيام بأن اللاعب يرغب في الرحيل عن الزمالك وأن الزمالك غير موافق بالرغم من أنه وافق على رحيل مصطفى محمد إجراء جديد من اتحاد الكورة بشأن فيروس كورونا النهاردة اتحاد الكورة أخطر جميع عنديت الدوري بعولة مسحة البي سي آر الخاصة بفيروس كورونا للفرق قبل المباريات بـ 48 ساعة ويلغاء مسحة رابت تيست المتابعة منذ بلات الموسم بسبب عدم دقتها مقارنة بمسحات البي سي آر والتي أكدت النتائج الطبية سلامت نتائجها اتحاد الكورة يستقر مبدئيا على موعد قمة الأهل والزمالك قال مصدر بالتحاد الكورة المصري بأن لجنة المسابقات لم تحدد الموعد الرسمي لمباراة الأهل والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري ولكن تدرس اللجنة حاليا إقامة المباراة بعد منتصف شهر فبراير المقبل واللجنة في حالة نقاش حاليا في هذا الأمر وبعد الاستقرار على الموعد الرسمي سيتم إختار الجهات الأمنية ثم إختار الفريقين الأهل والزمالك أسامة جلال يضغط على أمبي من أجل الزمالك هناك رغبة من جانب اللاعب أسامة جلال مدافع أمبي في الانتقال لنادي الزمالك وهناك ضغط من اللاعب على إدارة أمبي للموافقة على رحيله للزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية والمفاوضات تدور في الوقت الحالي بين مسؤول الزمالك ومسؤول أمبي وعن غياب اللاعب عن تدريبات أمبي فهو بسبب اشتباه إصابته بفيروس كورونا ولا توجد مشاكل بينه وبين حلم طولان المدير الفني للفريق تطورات مفاوضات الإسماعيلي مع ربيع يسين أغلق النادي الإسماعيلي ملف التفاوض مع ربيع يسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب والذي تم فتحه قبل صفر الفريق للمغرب لملاقات الرجاء المغربي وقال مصدر بمجلس إدارة الإسماعيلي بأن التفاوض مع ربيع يسين انتهى ونحن بصادة التفاوض مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الدرويش بعد الاستقرار على رحيل أبو طالب العسوي المدرب المؤقت حاليا منتخب مصر يفتتح بطولة العالم لكرة اليد بالفوز على تشيلي حقق منتخب مصر لكرة اليد الانتصار في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حيث نجح المنتخب في الفوز على تشيلي بفارق 6 أهداف في مباراة الافتتاح وبكذا مشاهدنا خلصت معاكم أخبارنا النهاردة أتمنى تكون لا تعجبكم في النهاية عزيز المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولو كنت بشاهدنا الأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك منا كل جديد شكرا لكم مشاهدين متابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة